مرحباً أهلاً وسهلاً بجميع الأصدقاء اللي عم بتعرف من زمان بيعرف أنه حرفياً صار لحوالي 15 سنة عم بتتكلم على مواد جيم هنبل العالم جيم هنبل اللي بيسموه الناس بشكل شائع لMMS والMMS2 موضوعنا اليوم اللي هي المادة الأولى الممس متل ما حكيت صار لأكثر من 15 سنة بدأت أتحدث عنها سنة 2007 وتبعت مع جمهنبل شخصياً في البداية ظهور استخدامهم حتى واتشافهم للمادة الثانية الممس2 اللي بتعرف من زمان بيعرف أن هاي المواد بسيطة جداً يصنعها الجسم وبرغم الآلاف المؤلفة التجربة الشخصية 15 سنة والأصدقاء اللي بدأوا معاي تجربتهم 15 سنة والآلاف المؤلفة من الناس في الوطن العربي لوحده برغم الناس اللي بيشهدوا لعدم حاجتهم إلى استخدام أي شيء ثاني خلال كل هاي الخمسة عشر سنة ليس هناك أي تطرق أمين للموضوع ولكن بالعكس هناك تهرب وصد للمعلومات أي شيء يطرح غير متماشي مع الأنظمة العالمية تتم إزالتهم مباشرة بدون أي أدلة أو بدون أي تطرق علمي للموضوع عموماً يا أصدقاء مادة جمهنبل تقريباً كلياتكم بعرفها لMMS ما رح أتكلم أنا أبداً بصيغة علاجية طرحي هو فقط في هذا الفيديو أنه كيفية صناعتها دائماً طرحي هو من باب البحث العلمي أي شيء بتكم تعملوه استشيروا طبيبكم خلوا عندكم شخص أمين تفقوا فيه منطقي بيشوف الأمور بيشوف الأدلة وبناءً عليه بإشراف وبإمكانكم إذا قررتوا تستخدموا أي شيء إنكم تستخدموا الهدف من هذا الفيديو يا أصدقاء أنه لا زال إلى الأول شيء صار فيه تجربة فيه تجربة صارت خلال الأسبوع الماضي ما رح أتكلم فيها بهذا الفيديو رح بعد ما أزل الفيديو على اليوتيوب وعلى التليجرام رح أحطه استكمال لهذا الفيديو على التليجرام مش على يوتيوب فبس تخلصوا من الفيديو بتقدر تروح للتليجرام وتشوفوا الاستكمال اللي هو الشيء اللي حصل الأسبوع الماضي والسبب هو أنه شفت كتير مهم نرجع نطرح من الألف إلى الياه كيف نصنع الأمم اس والسي دي اس خلال هذا الفيديو برضو يا أصدقاء في دورة مجانية موجودة على الأكاديمية تقدروا بسهولة تروحوا تشوفوا من الألف إلى الياه كل ما يخص هذه المواد بطريقة كاملة لأنه لا يمكن طرحها الأمور على يوتيوب فأنا اليوم بدي أفرجيكم كيف نصنع الأمم اس من الألف إلى الياه لأنه لا زال في كثير من الناس يتم استغلالهم في كثير من الناس يشكوا إذا المادة صحيحة أو لا وفي كثير من الناس يتبتاجروا وصالوا في المواد أنا من البداية دائما بحب أترحلكم شيء بطريقة اللي تعتمدوا على أنفسكم فيها شوفوا اللي ما بعتمد على حاله رح تضطروا تشتروا المادة يمكن القرورة الصغيرة بـ 40 دولار أوكي والشاحن رح يكون 80 دولار إذا بتعتمدوا على حالكم بتصير بشكل شبه مجاني بتصير تصنعوها بالبيت بالكميات المطلوبة فتعلموا تعتمدوا على حالكم والفيديو هذا مرجع إنه كيفية صناعتها من الألف إلى الياه هلا الهدف من الفيديو إنه نصنع الأمم اس في عنا حامض كمان اللي بتم تفعيل الأمم اس من خلاله فكيف نصنع الأمم اس بعدين كيف نصنع الحامض وبعدين كيف نصنع الـ CDS من الأمم اس ما هو الـ CDS؟ هو نفس المادة الكلورين دايكسايد بصير يطلع الغاز يتشرب بالمية فإحنا بناخذ المية المشبعة بالكلورين دايكسايد بدون ما يكون الحامض والمواد يعني التفاعل الأصلي موجود فيها فبكون نستخدامها أسلس بكثير ويعني لها استخدامات بترجعوا للدورة بتشوفوها بالكامل بس الفيديو إنه كيف طريقة تصنعها المهم حتى نصنع الأمم اس كل ما يلزمنا هي مادة واحدة فقط اللي هي صوديوم كلورايت N-A-C-L-O-2 صوديوم كلورايت بتكون تشيكوا بناء على الدولة اللي انتم موجودين فيها إذا كانت ممنوعة أو مسموحة لأن تختلف من دولة لدولة أنا شخصيا في واحدة كانت قادمة من السفر جابت لي هالمادة معها شوفوا كمية بسيطة لازلت بستخدمها إلى الآن بتقدر تشتروها بسهول على الإنترنت أمامكم الآن صورة بتفرجوا من موقع أمازون ببساطة كيف ممكن تشتروا هاي المادة نقطة سريعة انتبهوا إنها صوديوم كلورايت بالT وليس صوديوم كلورايت بالD بالدول الغربية مسموحة بسهولة بتقدر تشتروها بأمازون بالدول العربية بعض الدول تسمحها بعض الدول ما بتسمح فيها فبدكم تتأكدوا من دولتكم وبناء عليها تحصلوا على هاي المادة الخام اللي هي الصوديوم كلورايت زي ما حكينا حتى أصنع الـ MMS محلول الـ MMS اللي هي زي ما حكينا في عنا الـ MMS الحامض فقط للتفعيل ممكن نعمل بطريقتين أنا اليوم رح أعمله بـ Citric Acid اللي هي طريقة سهلة جدا أو يعني متوفرة في كل سوبر ماركت بس الـ MMS حتى نصنعه بدنا زي ما حكينا الصوديوم كلورايت بيرزم ميزان ميزان حساس طبعا ورح أقوم بوزن 38 جرام من الصوديوم كلورايت فرح أضع الميزان قمت بوزن 38 جرام من الصوديوم كلورايت هلا انتبهوا المحلول والمادة هاي قابلة للاشتعال ما تيجا ما تلمس نار أو ما تلمس أسطح ساخن جدا تمام هلا 38 جرام كل ما يلزمني ببساطة إني أضيف لها 100 مل من المية المغلية تمام مية مغلية مع أنها ساخنة ما في مشكلة بس ما تلمس سطح جاف ساخن زي ما حكينا بس 100 مل من المية المغلية أنا عند المي هون رح أقوم بوزن 100 مل أو 100 جرام فعلا نفس الشي من المي وضعت 100 مل من المي المغلية والآن طبعا بدي أقوم بالتحريك بستخدم ملعقة خشبية مش معدنية وبقوم بتحريك هذا السائل طبعا المي المغلية بتساهم بعملية الذوبان السريع فبقوم بتحريكه بظل أحركه بين فترة وفترة ممكن أتركه شوي أرجع أحركه وبعد فترة أو بستمر بالتحريك إلى أن يذوب تماما وبعد ما ينتهي الذوبان بكون حصلت على سائل الـ MMS اللي هو شفاف ولكن يميل للصفرة شوي فبهاي الطريقة 38 جرام بالإضافة 100 مل من المية المغلية بكون حصلت على الـ MMS اللي هو أصلا عم يبيعه مثل هيك بـ 40 دولار أوكي مع الشاحن 80 دولار فحرفي أنا حصلت عليها بشكل شبه مجاني طبعا اللي بيعرف شو هي المادة بيعرف شو استخداماتها وبيعرف مدى أهمية وجودها في كل بيت خصوصا في هذا الزمن وجملت لكم على التليجرام في قصة كتير مهمة بدي أحكي لكم إياها ما بادر أطرحها على يوتيوب فخليها للنهائي المهم بهالبساطة حصلت على الـ MMS أنا عندي هذا مسبق بستخدمه فحصلت على سائل الـ MMS بيضل عندي بدي أحصل على سائل الحامض الحامض اللي بدي أقوم من خلاله بالتفعيل طبعا في نوعين من الحامض واحد بالـ Citric Acid واحد بالـ Hydrochloric Acid الـ Citric Acid بيكون تركيزه 50% الـ Hydrochloric Acid بيكون تركيزه 4% الـ Citric كتير سهل لأنه هو حامض الليمون ليس حامض الليمون سوري اللي هو ملح الليمون بيسموه موجود في كل السوبر ماركت بشكل عام بتقدر تشتروه أونلاين بسعر شبه مجاني كل ما يلزمكم هو القليل القليل ومثل ما بتشوفوهم بالصورة برضه بتقدر تشتروه بسهولة على أمازون على إي باي أي مواقع إنترنت وبرضه طبعا موجود بالـ Supermarkets حتى أصنع حامض التفعيل كل ما يلزمني هو وزن متماثل من المية والبودرة اللي هي الـ Citric Acid أنا عندي المحلول جاهز ما في لزوم أعمل أمامكم لبساطه يعني بدي أجيب مثلا خليني أقول 100 جرام من الـ Citric Acid مع 100 جرام أو من المية أذوبهم مع بعض بيكون حصل معي محلول تركيزه 50% من الـ Citric Acid هلا هذا المحلول هو الذي يقوم بتفعيل مادة الـ MMS فأنا بحط الـ MMS بعدين بقوم بتفعيله بالـ Citric Acid زي ما حكينا له استخدامات كثيرة لن أترحل في هذا الفيديو الهدف هنا طريقة الصناعة بس موجودة بالدورة المجانية تقدروا ترجع لإلها بس حتى أفرجيكم يعني ديمو سريع إذا أحضرت الـ MMS وضعته في كوب وبعدها وضعت فوقه Citric Acid رح تلاحظه مباشرة أنه اللون بيبليش تتحول للون الأصفر هلا ليش تتحول للون الأصفر؟ لأنه ببساطة يبدأ بإنتاج الـ Clurine Acid وهذا الغاز يبدأ بالتطاير لهذا السبب أنا لازم أنتبه ما أستنشقه أكون حذر إذا ما بعرفش اللي بعمل أو جديد على الموضوع لأنه إذا استنشقته بكمية كبيرة ممكن يضايق الرئة بكمية بسيطة له استخدامات بس مش موضوعنا اليوم ولكن ببساطة أخده هاي النقطة باعتبار فمثل ما رأيته يا جماعة الـ MMS السائل صنعناه بسهولة تامة وسائل Citric Acid برضو صنعناه بسهولة تامة من خلال وضع النقاط متساوية مثلا نخلي أقول نقطتين مع نقطتين عشرة مع عشرة بتم تفعيل السائل وخروج غاز لـ Clurine Dioxide هلا الـ MMS نفسه له استخدامات كثيرة بس بدنا ننتقل منه لمادة CDS CDS اللي هي متل ما شايفين هون السائل الأصفر هاي بيسموها CDS هي حقيقة نفس المادة نفس السائل الأصفر اللي انت شفتوه أو الغاز لـ Clurine Dioxide وإنما الفنجان فعلنا فيه قبل قليل كان لازال Citric Acid موجود فيه وبالتالي لما أذوقه بكون طعمه حامض السائل اللي موجود عندي هذا طعمه متوازن مش حامض ليه؟ لأنه نقوم باستخراج الغاز وتشبيعه بالماء ومن خلال تشبيعه بالماء بيصير الماء هذا ما فيه أي مادة ثانية غير Clurine Dioxide اللي هو بسموه CDS CDS اختصار له Clurine Dioxide Solution لها استخدامات كثيرة برضو بترجعوها للدورة وبالتالي جرام رحكي لكم قصة كتير مهمة بس الهدف من الفيديو مجددا انه كيف نصناعها طريقة صناعة CDS يا أصدقاء شوفوا مدى بساطة الموضوع كل ما يلزمني هو مرتب عن ضغط زجاجي بهاي الطريقة الكل بيعرفه بكون فيه له جلدة مرتب عن ضغط بسموه يعني ما بتسرب الغاز من خلاله وبكون موجود فيه 300 مليليتر من المية انا قصت مسبقا 300 مليليتر من المية وهذا المرتبان بلزمني معه كوب زجاجي كوب زجاجي صغير بهاي الطريقة الفكرة من الموضوع انه لما اضع الكوب الزجاجي لا يتم تسريب السائل الموجود في المرتبان الى الكوب مفصولين عن بعض ولكن الكوب موجود في داخل المرتبان حالا شو اللي بيحصل؟ مثل ما شفت قبل قليل بفنجان مشابه قمت بوضع الـ MMS مع السيتريك أسد تحول لونه للأصفر اذا عملت نفس العملية هاي وسكرت المرتبان الغاز اللي بيخرج من الفنجان الداخلي ليس له مكان يعني ما بقدر يخرج من المرتبان والمكان اللي راح يذهب له لانه ما بقدر يخرج هو سيقوم بالتشبع في المية اوكي؟ الى ان يحصل توازن بين تركيز الغاز اللي موجود في المية وفي الفنجان الداخلي فاللي بيحصل ببساطة انا حاطت مية شفاء مية مقطرة او مية فلتر وضعت راح اضع الان راح اقوم بتفعيل الـ MMS بنفس الطريقة اللي شفناها قبل قليل في داخل الفنجان الداخلي و راح اقوم باغلاق المرتبان وبالتالي الغاز اللي بيخرج من هذا التفاعل راح اقوم بالتشبع في المية خلينا فرشيكم كيف هون في عندي سائل الـ MMS راح اسحب منه 10 مليليتر و طبعا راح اضع الـ 10 ملي في هذا الفنجان وبعدها راح اسحب كمان 10 مليليتر من الحامض و برضو راح اقوم بوضع هذا الحامض فوق الـ MMS في الفنجان مباشرة نشوف شو اللي بيحصل اول ما وضعت الحامض بدأ التفاعل اذا بتلاحظوا اللون عم يغمق بسرعة عم بتحول للون الاصفر و راح يزيد برضو تركيز اللون الان في غاز عم يتطاير ما بصير استنشقه اللي راح اعمله راح اضع هذا الفنجان في المرتبان و اقوم باغلاق المرتبان باحكام و الآن زي ما انتو شايفين صار في عندي الفنجان داخلي عم يحصل فيه التفاعل الغاز ليس هناك تسريب للغاز و في مية لازالت نقية ما فيها شيء الآن الغاز بيبلش يخرج من هذا الفنجان و راح يبدأ يتشبع في المية تدريجيا بيبدأ لون المية بتتغير الى ان يصل الى اللون الاصفر شايفين كيف هي نفس المادة نفس غاز الكلورين دايكسايد ولكن الحامض والتفاعل موجود في داخل الفنجان المية هذي نقية ولن تحتوي بعد الانتهاء الا على هذا الغاز اللي هو المحلول اللي احنا منسميه السي دي اس تمام فهذا الكلام هذا الفنجان راح اتركه انا على جانب دائما لازم يكون التعامل مع المواد دائما لازم يكون في منطقة ما يكون معرض للشمس اوكي فرح اضعه في منطقة مظلمة لفترة حوالي 12 ساعة ممكن من الليل الى الصباح صباحا راح تلاحظوا انه لون الفنجان الداخلي راح يتساوى مع لون المية الخارجية مما يعني خلاص تشبعت الماء يعني الماء الموجود تشبع باكبر قدر ممكن مباشرة بعدها بضعه بالفلاجة بتركه كمان عدة ساعات لانه بيزيد برضه التركيز او خليقوا الاستقرار للغاز في المية وبعد ما اضع عدة ساعات بقوم بفتح الفنجان بدير بالي ما بستنشق بتخلص من الفنجان الخارجي حتى ممكن استخدمه في التعقيم في المطبخ او في اي مكان الفنجان الداخلي سوري والمية الباقية بيكون لونها اصفر بضعها في قارورة بهاي الطريقة ضروري يكون ما فيها معدن انا عم بستخدمهم قارورة بلاستيكية طبيعية ما في اي مشكلة بس يكون محكمة الاغلاق وهي القارورة بضعها في الثلاجة وبتم استخدامها عند الحاجة طبعا ليش بتركها في الثلاجة؟ لانه كلما كانت الحرارة باردة كلما كان استقرار الغاز في المية بكون افضل يعني اذا كانت الحرارة اعلى بتلاحظوا انه الغاز بيصير يخرج نسبيا ويتركز في المنطقة العليا مما يعني اول ما افتحها بالطاير وبرد برجع مرة تانية بيتركز فوجودها بالثلاجة يطيل من عمر واستقرار هاي المادة هلا برضو نقطة تانية حلوة اذا كانت انتهت 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 وبقى شوية مادة مثلا في القاع برضو نسبة كبيرة من الغاز رح يستقر في القارورة في المنطقة الفارغة فيفضل عادة تكون القارورة بنفس حجم السائل قدر امكان حتى نحافظ على فعاليته كيف معرف ان السائل لازال موجود او اذا انتهت فعاليته ببساطة من خلال اللون اذا انا فتحت هذه العلبة وتركتها رح يتطاير الغاز خلال عدة ساعات او يوم مثلا بيصير لون المية شفاف اذا صار لون المية شفاف يعني انه لم يبقى فيها الغاز ببساطة خلص يعني الغاز تطاير ولم يعد موجود في السائل فالطول ما اللون موجود فهذا يعني انه الغاز او المادة موجودة في المي مثل ما حكينا بحفظ السائل لقارورة بلاستيكية قدر يريت انه فيه زجاجة بس ما فيه صعب نلاقي زجاجة محكمة الاغلاق الا بهاي الطريقة وبصراحة شي خيار كويس يعني مش سيء بس انا بستخدم هاي العبوات وتكون بعيدة عن الضوء مثل ما حكينا تكون في مكان مظلم اذا كان فيندي قارورة معتمة زي هيك زجاجية وعنجد محكمة الاغلاق ما فيها تسريب لانه ده صار فيه تسريبة حيصير السائل الشفاف بكون هو افضل شي بس يعني هذا خيار متوفر وسهل بإمكاني بحضرها بهذه الطريقة بخليها بالثلاجة طول ما اللون موجود هذا يعني ان المادة فعالة وبإمكاني استخدمها بالطريقة الطبيعية الآن تدرجين يا أصدقاء رح تلاحظوا انه لون السائل الخارجي رح يبدأ اللون المية الخارجية رح يبدأ يتحول للأصفر اوكي زي ما حكينا بعد 12 ساعة رح يتوازنوا اللونين ورح يصير لون السائل بهاي الطريقة ساعتها بضعها في التلاجة عدة ساعات بعدين برجع بفتحها باخد الفنجان الداخلي باستخدم على التعقيم والسائل بنقله لقرورة ثانية وبرضو تأكيد مرة ان ينتبهوا ما تستنشقوا مباشرة لانه تركيزه جدا عالي والاستنشاق له طريقة مخصصة ضرورة يكون فيه اشراف عليها فببساطة يا أصدقاء شفتوا من خلال الخطوات كيف صنعنا الـ MMS بسهولة بعدين كيف صنعنا الـ Citric Acid بعدين كيف استخدامنا الـ MMS و Citric Acid لصناعة مادة الـ CDS اللي هي بالنهاية بتكون بهذا الشكل وطبعا الـ MMS له استخدامات والـ CDS له استخدامات بس الفيديو هدفه طريقة الصناعة ومثل ما حكينا بتقدروا ترجع للدورة المجانية على الأكاديمية للحصول على كافة التفاصيل بالكامل على هاي المواد والآن يا أصدقاء بدنا ننتقل للتليجرام حتى أحكي لكم قصة هامة جدا حصلت الأسبوع الماضي لأنه فعلا قد تكون هو موضوع لابنوا يتعلموا كل واحد فينا طريقة سهلة جدا أو طريقة هامة للاستخدام حصلت معنا في ظرف خاص شخصيا وبتمنى من الجميع أن يشوفها المهم هاي هي النسبة لليوم شكرا للجميع طريقة عمل الـ MMS والـ CDS كمرجع موجود إن شاء الله دائما على القناة ونراكم إن شاء الله للمرة القادمة اشتركوا في القناة